فانتسي انسايد ستنطلق مجددا هذا العام مع انطلاقة الموسم الجديد في الثالث عشر من اغسطس المقبل اذا كنت جديدا على هذه اللعبة وترغب في المشاركة فيها هذا الموسم فهذا الفيديو سيزودك بكل التفاصيل التي تحتاجها لاتقان اللعبة ابقى معنا لا تنسى دعمنا الان بلايك والاشتراك في القناة ان لم تكن مشتركا فعل زر الجرس حتى تأتيك كل التنبيهات من قناتك كورا انسايد لنبدأ اولا ما هي لعبة فانتسي الدوري الانجليزي الممتاز فانتسي البريمير ليج هي لعبة توقعات تخيلية يقوم فيها الشخص باختيار خمسة عشر لاعبا من كل فريق من فرق الدوري الانجليزي الممتاز بتكلفة مئة مليون جنيه استرليني بحيث لا يزيد اختيارك من اي فريق عن ثلاثة لاعبين يتواجد احدى عشر لاعبا في التشكيل الاساسي واربع على دكة البودلاء ولا يتم حساب نقاط اللاعبين الاحتياطيين الا في حال عدم لاعب واحد من الاساسيين يتكون الفريق دائما من حارس مرمى خمسة مدافعين خمسة لاعبين في الوسط وثلاثة مهاجمين لا بد ان يتواجد في فريقك الاساسي ثلاثة مدافعين على الاقل بالاضافة الى لاعبين في خط الوسط ومهاجم واحد على الاقل اي انك لن تستطيع اللاعب بمدافعين اثنين او لاعب خط وسط واحد في اللعبة يجب ان تقوم باختيار احد اللاعبين ليكون قائدا للفريق كابتن في كل اسبوع وتتم مضاعفة نقاط هذا اللاعب في حال عدم مشاركته في المباراة فان خاصية الكابتن تنتقل مباشرة لنائب القائد فيس كابتن والذي تقوم باختياره ايضا كل اسبوع تضع اللعبة ديدلاين للقيام بالتغييرات ويكون قبل ساعة ونصف من بداية الجولة وبعدها لا يسمح باجراء اي تغييرات على الفريق يسمح لك القيام بتغيير مجاني بعد نهاية كل جولة لأي لعب في فريقك وأي تغيير اضافي ستكون تكلفته خصم اربع نقاط من رصيدك كما يمكن الاحتفاظ بالتغيير المجاني للجولة القادمة وعندها سيصبح لديك تغييرين في الأسبوع التالي ثانيا كيفية حساب النقاط في فانتسي البريمير ليج تحتسب النقاط في الفانتسي كالآتي مشاركة اللاعب لمدة ستين دقيقة تساوي نقطة مشاركة اللاعب لأكثر من ستين دقيقة تساوي نقطتان تسجيل مدافع أو حارس مرمى لهدف تحتسب ست نقاط تسجيل لاعب وسط لهدف خمس نقاط تسجيل مهاجم لهدف أربع نقاط صناعة أي لاعب لهدف تحتسب ثلاث نقاط خروج المدافع بشباك نظيفة يحتسب أربع نقاط خروج الحارس بشباك نظيفة أربع نقاط أيضا خروج متوسط ميدان بشباك نظيفة يحتسب نقطة ثلاث تصديات لحارس المرمى تحتسب نقطة أيضا تصدي حارس المرمى لركلة جزاء يكسبك خمس نقاط إهدار لاعب لركلة الجزاء يؤدي لخصم نقطتان استقبال حارس مرمى لهدفين خصم نقطة واحدة الحصول على بطاقة صفراء يعني خصم نقطة واحدة الحصول على بطاقة حمراء يؤدي لخصم ثلاث نقاط تسجيل اللاعب هدف بالخطأ في مرمى يؤدي لخصم نقطتين ثالثا الخواص المتاحة في اللعبة هناك أربع خواص في لعبة الفانتسي وهي خاصية تريبل كابتن هذه الخاصية تتيح لك مضاعفة نقاط الكابتن لثلاثة أضعاف وفي حال عدم لعب الكابتن تنتقل النقاط لنائب الكابتن ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة فقط في الموسم خاصية البانش بوست خاصية تسمح لك باحتساب نقاط جميع اللاعبين في الفريق الأساسي والاحتياطي ولا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة فقط في الموسم أيضا خاصية الفري هيت تسمح لك خاصية الفري هيت بتغيير كل لعبي فريقك لأسبوع واحد دون أي خصم للنقاط وبعد انتهاء الجولة يعود فريقك القديم مرة أخرى بشكل أوتوماتيكي ويمكن استخدامها مرة واحدة فقط في الموسم خاصية الوايلد كارد هذه الخاصية تتيح لك القيام بأي عدد من التغييرات بدون خصم أي نقاط منك وتكون التغييرات متاحة حتى بداية الأسبوع التالي مسموح باستخدامها مرة واحدة في الدور الأول ومرة واحدة في الدور الثاني أي تتاح مرتين في الموسم خامسا الدوريات في لعبة الفانتسي عندما تبدأ لعبة فانتسي دوري الإنجليزي فإنك ستتواجد بشكل مباشر في ثلاث دوريات الدوري الخاص بكل اللاعبين في العالم الدوري الخاص باللاعبين في بلدك والدوري الخاص باللاعبين الذين يشجعون نفس فريقك المفضل كما أنك تستطيع تكوين دوري مع أصدقائك وهناك نوعين من الدوريات الدوري الكلاسيكي ويتم فيه حساب الترتيب بناء على مجموعة النقاط دوري الهيد توهيد ويعمل بنظام المواجهات المباشرة بحيث في كل أسبوع تواجه لاعب من الدوري واللاعب صاحب العدد الأكبر من النقاط خلال الجولة يتحصل على ثلاث نقاط في حال التعادل يحصل كل لاعب على نقطة واحدة سادسا جوائز لعبة الفانتسي هناك خمس جوائز وضعها المسؤولون عن لعبة فانتسي الدوري الإنجليزي هذا العام جائزة المركز الأول يحصل الفائز على المركز الأول في نهاية الموسم في لعبة فانتسي الدوري الإنجليزي الممتاز على الجائزة الكبرى للعبة وهي رحلة للمملكة المتحدة لشخصين لمدة سبعة أيام وحضور مبارتين من الدور الإنجليزي الممتاز في مقاعد كبار زوار وهذه الرحلة طبعا تكون شاملة الانتقالات الداخلية والخارجية وتذاكر الطيران جائزة مدرب الشهر يحصل أكثر لاعب جمع نقاط خلال كل شهر على جوائز من الشركات الرعية للدور مثل شركتين نايكي وإلكترونيك أرتس جائزة مدرب الأسبوع أو مدرب الجولة يحصل اللعب الأكثر جمعا للنقاط في كل أسبوع في فانتسي الدور الإنجليزي الممتاز على نسخة من لعبة فيفا وكورا من شركة نايكي وبعض الهدايا الأخرى من الرعاة الآن نتحدث عن دورنا دور كورا إنسايد نحن بدورنا في قناتكم كورا إنسايد قمنا بتشكيل دوري يحتوي على جوائز قيمة شهرية يمكنكم الاشتراك فيه من خلال الرمز الظاهر أمامكم ستكون هناك جائزة شهرية مقدارها 100 دولار لمن يحتل المركز الأول للشهر كما ستكون هناك ثلاث جوائز لمن ينهي الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الموسم نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالحلقة لا تنسوا الاشتراك في دورينا دوري كورا إنسايد والاشتراك في قناتنا ومتابعاتنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى اللقاء